الكلمات السامية لصالح دول وشعوب المنطقة والعالم لطالما شكلت الكلمات السامية لحطرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في اللقاءات الإقليمية والدولية محط إعجاب وموطع إشادة من قبل المجتمع الدولي والتي تؤكد على نهج مملكة البحرين الراسخ في دعم جهود تعزز التضامن الإنساني وتحقيق التنمية والسلام في ربوع العالم الكلمات السامية لعاهل البلاد المعظم دائما ما تركز على تعزيز التقارب الإنساني واستقرار العلاقات بين أطراف الأسرة الدولية جمعاء وتعزيز التفاهمات السياسية وتحقيق التكامل الاقتصادي والتبادل المعرفي والثقافي والشراكات الأمنية والدفاعية لحفظ أمن الدول واستقرارها ولقد أكدت الكلمة السامية للعاهل المعظم في اللقاء التشاوري لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى وما اجتملت عليه من مضامين عدة على أهمية بناء مجتمع إقليمي قائم على التعايش السلمي والثقة المتبادلة وحفظ سيادة الدول وحقها في نهضة تنموية طويلة الأمد مشيرا جلالته إلى أن مفتاح الوصول لنهضة جماعية مستدامة يتطلب اتخاذ تدابير أكثر جدية لمواجهة الأزمات كما أكد جلالته على أهمية ربط مخرجات الحوار الاستراتيجي والتنسيق السياسي بما يتسق مع السياسات الدولية والالتزامات الأممية وفق أطر وآليات مؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمجالاتها الواسعة ولخلق مستقبل أكثر استقرارا وإشراقا شدد جلالته على أهمية رفع مستويات التعاون المشترك لإنهاء الحروب والنزاعات ووقف المعاناة الإنسانية إن الكلمات السامية لجلالة الملك المعظم تشكل خرطة طريق في كيفية تعزيز التواصل والتقارب بين قادة وشعوب العالم وتحقيق التعايش الذي يتكلل بالإنجاز والتطور لعيش الإنسان في عالم يسوده الأمن والاستقرار والنهضة